عندما نتحدث عن هذه الدولة وأسسها وجذورها التاريخية نجد هناك تفرد خاص عندما نقارنها حتى بأي دولة نشأت ويمكن أن نحدد هذا حتى في نظريات بناء الدول أن هذه الدولة في نشأتها وفي قيامها تتفرد بوجود قيم وأسس وجذور خاصة بالدولة السعودية فأحيانا عندما نسأل أنفسنا سؤال وسؤال مشروع من الجميع لماذا تأسست الدولة السعودية وهي المملكة العربية السعودية وهل هناك حاجة لتأسيس هذه الدولة هذا سؤال كبير وواسع أتمنى أن يصل إلى أن يطرح من الجميع وأن يحاول الإجابة عليه بناء على المعطيات التاريخية والظروف التاريخية الموجودة في تلك الفترة التي تأسست فيها الدولة ثم توحدت بعد ذلك ونمت إلى وقتنا الحاضر هل هناك داعي قبل 300 سنة لتأسيس الدولة السعودية وهل هناك احتياج؟ للإجابة على هذا السؤال لا بد أن نعود ونجيب على المرحلة التي سبقت تأسيس الدولة السعودية فمنذ عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء الراشدين أتت بعد ذلك الدولة الأموية والعباسية لكنها انتقلت عاصمة الدولة الإسلامية إلى بلاد الشام والعراق فالجزيرة العربية خلال الألف سنة التي سبقت قيام الدولة السعودية كانت تعيش إهمال وبعد عن جوانب أو معطيات الدولة التي تحقق الأمن والتنمية وتبني فيها حوالي ألف عام وأتمنى أن يتخيل الجميع ألف عام والجزيرة العربية أو نسبة كبيرة من الجزيرة العربية بعيدة بشكل كبير عن المعطيات التنموية الجانب الحضاري والهوية والحضارة والنقوش والأشياء كلها موجودة والإنسان بعطائه لكن كدولة تستطيع أن تصون هذه المساحات الشاسعة وهذه المعطيات لم تكن متوفرة ومعطياتها لم تكن موجودة في ذلك الوقت فانتشر فقدان الأمن انتشر الجهل انتشرت الوحدات السياسية والقبلية المتعددة وهذا أدى إلى تشردم وتفكك وتعدد للقوى الموجودة في الجزيرة العربية فتجد في وسطها في نجد قوى وقبائل وفي الغرب نفس الشيء وفي الشرق وفي الشمال وفي الجنوب تعدد في القوى وفي القبائل وفي المصالح فأدى هذا إلى تشابك وتجدر في هذه المشكلات السياسية والأمنية والتعليمية والصحية والتنموية فأصبح هناك فقدان لكل معطيات الدولة وفقدان لكل معطيات الحياة الكريمة التنموية التي تخدم الإنسان وتحقق له التنمية تحقق له التعليم تحقق له الأمن وهو الأساس الأول في أي دولة تأسست الدولة السعودية الأولى منذ عام 1139-1727 ما هي الدواعي لتأسيس هذه الدولة؟ عندما أتينا إلى فكرة الدولة من الإمام محمد بن سعود ثم بدء الدولة السعودية الأولى من الدرعية نجد أن هناك معطيات وقيم تمسكت بها الدولة السعودية منذ ذلك التاريخ حتى وقتنا الحاضر وأسس الدولة السعودية قامت على أسس قيمية قامت من أجل قيم وأنا أعددها لكم هنا حتى يصل لكم هذا الأمر الدولة السعودية قامت على أسس قيمية بامتياز ولا يختلف على أثنين نثبتها تاريخيا ونذكرها وأتمنى أن الجميع يتفكر ويتدبر فيها ويستعيد ويقرأ التاريخ حتى تتحقق المعرفة والوعي التاريخي بهذه التجربة هي التجربة في سفينتنا جميعا وفي بيتنا نصح التعبير الدولة تعتبر سفينة الجميع وبيت الجميع وليست لواحد دون آخر الأمر الأول هو تحقيق الوحدة الوطنية وحدة تجمع هذه الشتات وهذا التفرق وهذا التعدد من القوى والتعدد القبلي والصراعات والتشرد الدولة تريد أن توجد وحدة ومظلة واحدة لكل هذا التعدد الموجود في المملكة العربية السعودية وهذا ما تحقق ولم يتحقق بسهولة تخيلوا أيها الكرام الأحبة أن الألف سنة هذه تريد أن تحولها من تشرد وتفكك إلى أمن ووحدة هذا يحتاج تضحيات ويحتاج نضال ويحتاج جهد ويحتاج بناء وعي وإقناع بالمصلحة المشتركة نريد أن نصنع مصلحة مشتركة لنا جميعا وهذا الذي تم تحقق الوحدة الوطنية منذ عهد الدولة السعودية الأولى واستمرت وأصبح في تجربة رائعة مثلت قاعدة وأسس أولية ثم أتت الدولة السعودية الثانية ثم أتى الموحد الإمام الملك عبد العزيز وكذلك وحد المملكة العربية السعودية حتى وصلنا إلى ما نحن فيه الآن إذن تحققت وحدة وطنية كان عبارة عن تشردم تجذر للمشاكل مجتمعات صحة عبير ليس مجتمع واحد كما هو الآن مجتمعات في كل مكان مجتمع واحد مجتمع آخر ينافس المجتمع فأصبح هناك مجتمع واحد وهذا ما تحقق إذن وحدة الوطنية وتشمل وحدة اجتماعية وحدة إدارية وحدة تنموية وحدة قضائية بكل معاني الوحدة الوطنية الأمر الثاني الأمن الأمن هو الأساس الذي كانت تريدها الدولة السعودية وتتشبث به تتشبث به من ذلك الوقت حتى الآن لن تستطيع أن تحقق الأمن أن تحقق التعليم أو الصحة أو تحقق تنمية عمرانية أو غيرها من الأمور إن لم يوجد الأمن الأمن بكل معانيه الأمن داخل المجتمع الأمن الدولة الأمن الوطني بشكل عام الأمن المائي الغذائي السبراني كل هذه قدمتها الدولة منذ البداية حتى الآن يتغير كل شيء لكن الأمن هو الأساس وهو المبدأ الأول من مبادئ الدولة أنه لا بد أن يتحقق هذا الأمن وهذا الذي تم وأصبح هناك صون لهذا المكتسبات من قادة وأئمة هذه البلاد ومن المجتمع المجتمع بدأ يشعر أن هناك دولة تحقق الأمن فبدأوا يتفاعلون مع أئمة ومع قادة وملوك الدولة السعودية لأن هناك مكتسبات أصبحت في دولة حقيقية دولة قيامية تريد أن تحقق هذا الشيء عندما تحققت الوحدة الوطنية وتحقق الأمن قامت الوحدة الوطنية وقام الأمن على أسس إسلام أسس الدين الإسلامي فخدمة الإسلام خدم الإسلام من خلال هذه الوحدة الوطنية ومن خلال هذا الأمن فأصبح مبدأ خدمة الإسلام هو الأساس في كل هذه الأمور وأصبح الإسلام يخدم بشكل آخر أعطيكم مثال على خدمة الإسلام الدولة السعودية من أكثر الدول عبر التاريخ التي خدمت الإسلام والمثال أعطيكم الحج الحج قدمت لها الدولة كركن خامس من أركان الإسلام خدمات جليلة لا تتمثل فقط في الأمن والمطارات والطرق والصحة وتوسعة الحرمين الشريفين وإنما كذلك منعت أي تسييس أو أي مصالح تكون في الحج وهذه نقطة من النقاط الكبرى للدولة لأن أصبح الدين الحج شعيرة أصبح ركن يؤدى أصبح في علاقة بين الحاج مع الله سبحانه وتعالى ولا يريد أي مصالح سياسية أو غيرها فتريد الدولة السعودية عبر تاريخه أن يكون الحاج قادما إلى بيته متعبدا متنسكا لا يريد إلا أن يؤدي ركن من أركان الإسلام ولا يريد الدنيا حتى يعود كيوم ولدته أمه وهذه خدمة عظيمة جدا الدولة عبر تاريخها كانت تريد دين نقي وصافي بلا بدع بلا شركيات بلا خرافات الدولة خدمت الحرمين الشريفين والمساجد والأوقاف والجمعيات الخيرية والإنسانية وساعدة المسلمين والمنكوبين والمحتاجين في كل أنحاء العالم وكل هذه منبعها دولة لديها قيم ومجتمع كذلك وإنسان يشعر بهذه القيم ويشعر بهذه العطاة فإذا لدينا وحدة وطنية لدينا أمن لدينا خدمة للإسلام وكذلك التنمية الدولة السعودية حققت التنمية عبر تاريخها تلاحظ أن الدولة السعودية وهذا أمر مهم الدولة السعودية وجدت من العدم ما فيه معطيات الدول الأخرى التي قامت في العالم تقوم دولة بعد دولة أخرى تقوم دولة وفي معطيات في جامعات في مستشفيات في صحة في مدارس حتى بعد الحرب العالمية الثانية وإن كانت ساحقة وماحقة تلك الحرب أو الأولى كذلك لكن هناك كان بقايا أو شيء من الحضار لا يوجد إلا صحراء وأرض قاحلة وجبال وسواحل لا يوجد موانا لا يوجد طرق لا يوجد مدارس لا يوجد مستشفيات وهذا تحدي آخر تحدي كبير جدا يوازي تحدي الوحدة الوطنية وتحدي الأمن تخيل دولة قامت من لا شيء من لا شيء فأصبح هناك تحدي كبير غير التحدي الوحدة وينصاح التعبير فأصبح هناك جهود عظيمة جدا في بناء الإنسان في بناء التنمية في بناء المدارس في بناء التعليم والتنمية أيها الكرام أخذت الخط التصاعدي يعني تضع أساس وتصاعد الآن أنت من الدول العشرين وقبل في عهد الملك عبد العزيز يعني أقل من مئة سنة نقول ما في أي شيء نواحي تنموية هذا إعجاز تاريخي بكل معنى الكلمة ونحن نقولها من القلب ونقولها بالصدق والأرقام والخط التصاعدي هذا هو الذي يثبت هذا الشيء فلدينا تنمية ولدينا تنمية كذلك شاملة لكل البلد وتحاول أن تكون شاملة كذلك ليس فقط للدولة السعودية وإنما كذلك للعرب والمسلمين نقطة أخيرة كذلك من الأسس التي قامت عليها الدولة والقيم التي لدت الدولة السعودية هي العدل العدل هو الذي يحقق المساواة هو الذي يحقق الأمن الاجتماعي ويحقق السلم الاجتماعي هذه المكونات القيمية التي قامت عليها الدولة السعودية وهي عموميات والقيم كثيرة جدا لا لدى الدولة ولا لدى الإنسان ولكن أبرز هذه الحققة المتانة حققت هذا الخط التصاعدي حققت الثقة بين الحاكم والمحكوم حققت الحكم الراشد الأمين الموثوق به داخليا وخارجيا وهذا هو الذي يشمننا جميعا هذه دولة ولدت من هذا الوطن ومن أبنائه لم تأتي على طهر دبابة مستعمر لم تأتي بقوة أجنبية تساعد على وجودها هو البناء الذاتي بكل معنى الكلمة من أبنائها من أهلها من أئمتها وقادتها وحققت هذا التصاعد وهذا المستقبل المامون الذي يجب أن نصونه جميعا وكل واحد منا مسؤول عن صيانته وحفظه بجهده وبوعيه